موسيقى السلام عليكم نشرة الأخبار نبدأها بالعناوية المقداد يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المنتحدة أن معركة سوريا ضد الإرهاب متواصلة بعد انتهاء عمليتي تسوية الأوضاع واستلام السلاح وحدة الجيش تنتشر في قرى حوض اليرموك بريف درعة وهيئة شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينيين تحذر من تدهور الحالة الصحية للأسرة المرضى في معتقلات الاحتلال موسيقى أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن بعض الدول استخدمت جائحة كورونا وسيلة لاستهداف دول أخرى سياسيا واتهامها باختراع الفيروس والأسوأ من ذلك هو من تماد في إجراءاته الاقتصادية القصرية المفروضة أحاديا على دول وشعوب لا تسير في ركبه وقال المقداد في كلمة سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا كان كورونا يقتل مرة فهو يقتل مرات ومرات في ظل الإجراءات الاقتصادية القصرية غير الشرعية ليس خافيا عليكم أن بلاد سوريا كانت إحدى أكثر الدول تضررا من الأعمال والجرائم الإرهابية التي جرت بدعم عسكري ومالي وإعلامي ولوجستي من قبل دول معروفة بتورطها في دعم الإرهاب الذي لن تتسع سطور هذه الكلمة لاستأراض الويلات التي عاناها شعبنا بسببه فقد قتل الأبرياء وهجر الآمنين ودمرت البنى التحتية وسرقت مقدرات البلاد وتسبب الإرهاب بأزمات إنسانية في بلد كان يفتخر بالإنجازات التي حققها شعبه في مختلف المجالات حيث وصلت معدلات التنمية إلى أكثر من 9.5% في العام 2010 السابق لبدء الحرب الإرهابية على سوريا ولكن في المقابل وبفضل تضحيات وبطولات شعبنا وجيشنا وبمساعدة قيمة من الأصدقاء والحلفاء حققنا إنجازات استثنائية في مواجهة هذا الإرهاب والقضاء عليه وسيسجل التاريخ أن الشعب السوري لم يدافع فقط عن نفسه وعن وطنه وحضارته في كفاحه ضد الإرهاب بل دافع أيضاً عن البشرية جمعاً إننا نشدد على أن مواصلة هذه المعركة النبيلة حتى تطهير كل الأراضي السورية من دنس الإرهاب وبسط سلطة الدولة ويعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع البلاد هي واجب وطني دستوري وحق غير قابل للنقاش أو المساومة ولن تثنين عنه أي اعتداءات أو ضغوط خارجية أو أي أكاذيب والدعاءات جرى ويجري الترويج لها ونحن نقول لمن لا يزال يراهن على الإرهاب ويستثمر فيه أن رهانه خاسر ومدمر لأن هذا الإرهاب سيرتد عليه عاجلاً أم أجلاً وسيدفع ثمنه الأبرياء كما حصل في دول مختلفة من العالم وهو الأمر الذي يجب أن نحرص جميعاً ألا يتكرر مع استكمال استعداداتها لدخول الشجرة انتشرت وحدات الجيش العربي السوري والجهات المختصة في قرى حيط وجلين والمزيرعة وسحم الجولان في حوض اليرموك في الدرعة بعد انتهاء عمليتي تسوية الأوضاع واستلام السلاح في تلك القرى من بلدة الشجرة في منطقة حوض اليرموك بأقصى ريف درعة الغربي حيث يتم اليوم الثاني استكمال عملية تسوية الأوضاع ضمن هذه البلدة للمسلحين والمطلوبين وأيضاً الفريق من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها باللمس تم تسوية أوضاع ما يزيد عن 300 شخص وأيضاً اليوم تم تسوية أوضاع العشرات من أبناء هذه المادة وأيضاً تم تسليم العديد من قطع الأسلحة يوم الأمس وأيضاً العملية المستكملة اليوم وبطبيعة الأسلحة التي تم تسليمها الأمس تضم بنادق آلية وقذائف من نوع ربي جي وأيضاً قذائف مدفعية من نحيار 122 وأيضاً بعض الرشاشات من نحيار 14.5 وأيضاً قذائف أر بي جي وعدت من الذخيرة وأيضاً بنادق آلية تستمر العملية اليوم الثاني لأبناء هذه البلدة والبلدات المحيطة بها نتحدث عن بلدات جملة ونافعة وأيضاً بلدات بيت آرة وأكوية كافة مناطق حوض اليرموك ومعارية وأيضاً البلدات المحاذية لهذه البلدة بطبيعة حال العملية تدم اليوم بظل خطوات متلاحقة وأيضاً جهد مستمر لاستكمال هذا الموضوع عملية أوضاع ضمن هذا المركز وسط تسهلات كبيرة حقيقة تقدمها لجنة التسوية ضمن هذا المركز والاستمرار يعني إقبال العشرات من أبناء هذه البلدات كما قلت لعملية أوضاعهم وسط ريضاً شعبي حقيقة من أهالي هذه البلدة وأيضاً ممن هم مطلوبون أيضاً يقومون بتسوية أوضاعهم ضمن هذا المركز سنحاول أن نلتقي عدد من أبناء هذه البلداتين يقومون بتسوية أوضاعهم وأيضاً عدد من الوجهاء ضمن هذا المكان الحمد لله رب العالمين على عودة الأمن والأمان لبلدة الشجرة والقرى المحيطة بها ونشكر القيادة الحكيمة على هذا العمل الجيد ونتمنى أن تسود أجواء الأمن والأمان في منطقتنا ونتمنى أن تعود الناس إلى أعمالها كالمعتاد وننتهي من هذه الحقبة التي قضت على كثير من الشباب ومن النهضة العمرانية التي كنا سنكون فيها ونتمنى أن تكون هذه التسوية شاملة وعامة وأن يعمل الأمن والأمان إلى هذه البلد شكراً كثيراً آلا وسهلاً الله عملية مشرفة ترفع الرأس ونحن نتمنى من رب العالمين أن يقلب بين القلوب وترجع الأخوة بين الناس ودوم السلام والأمن والطمينة والأمان في كل بلاد متخلف على الأسكرية؟ متخلف هل صال لك متخلف؟ صال لتقريبين شيء سبع شهور شهور رأيك بالتسوية؟ هل صال مهمة اليوم؟ فرصة مهمة وحلوة يعني كثيراً بعدين برجع لأخدمته بروح وينما بده وبيجي أعطيك على الفعافي أعطيك على العافية صديقي؟ الله عافية لكني شو جاي تعملهم؟ شو حبتوا جهة الرسالة؟ جاي نعمل تسوية للفراغ ما دي صار عندك فراغ؟ تقريب شي سنة شو رأيك بالتسوية؟ كدهش مهمة فعلة عني؟ من يحو بتساعد العساكر إذن عملية تسوية الأوضاع مستمرة ضمن هذه المركز وضمن منطقة حوض اليرموك لاستكمال هذا الموضوع بشكل كامل يتم فيما بعد الانتقال إلى البنود الأخرى المتعلقة بعملية انتشار وحدات الجيش والقوة الأمنية وإجراء عمليات التفتيش ضمن هذه المناطق الشاسية حقيقة وهي تجمع عدد تأقور ضمن هذه المنطق وهي تحاذي بطبيعة حال الأراضي المحتلة في الجولان السوري العملية مستمرة تسليم السلاح مستمر وتسوية الأوضاع مستمرة ضمن هذه المنطقة بشكل كامل كنتم معكم في رأس الأحمد من بلدة الشجرة ريف درع الغربي بدأت في العاصمة الأردنية عمان اجتماعات وزارية سورية أردنية موسعة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية ووفق وكالة بيترا فإن هذه الاجتماعات تهدف إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وكذلك إعادة حركة التبادل التجاري بما يحقق مصالح الطرفين ويشارك في الاجتماعات من الجانب السوري وفد يضم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والزراعة والكهرباء إضافة إلى نظرائهم من الجانب الأردني جدد مئات المستوطنين الصهين اقتحام المسجد الأقصى وذكرت وكالة وفا أن 430 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب أن قوات الاحتلال حولت الأقصى إلى ثكنة عسكرية في ظل تزايد عدد المستوطنين المقتحمين لباحاته مشددا على أن هذه الاقتحامات مرفوضة وستفشل كل محاولات الاحتلال لتهويد المسجد حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين المرضى في معتقلات الاحتلال ونقلت وكالة وفا عن الهيئة قولها في بيان أن الاحتلال لا يزال يتعمد استخدام سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى ويماطل في تقديم العلاج اللازم لهم مشيرا إلى أن هناك عددا من الحالات المرضية الصعبة بين صفوف الأسرى التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة وطالبت الهيئة المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية بالوقوف إلى جانب الأسرى والتحرك الفوري لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال بحقهم ولا سيما المرضى والمضربين عن الطعام منهم طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب رئيس المجلس صديق الصور بفتح تحقيق مع رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة في ليبيا بشأن قرار منح الجنسية لفئة محددة أبرزها أبناء الليبيات المتزوجات من أجانبه وقال الميهوب هذا القرار غاية في الخطورة ويهدد الأمن القومي للبلاد وتركيبتها الديمغرافية تأتي تلك الانتقادات لتزيد الأزمة بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية ولا سيما بعد أن أعلن البرلمان الليبي الأسبوع الماضي سحب الثقة منها بعد نصف عام من توليها السلطة وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء مهامها ومن إجراء الانتخابات العامة في البلاد في خطوة زادت من تعقيد المشهد السياسي في ليبيا رشق محتج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجسم كروي خلال قيام ماكرون بجولة في مدينة اليون الفرنسية في حدثة تعد الثانية من نوعها خلال نحو أربعة أشهر ووفق صحيفة لوفيغارو الفرنسية فإن الجسم الذي يشبه البيضة ارتد على كتف ماكرون دون أن ينكسر وذلك أثناء جولة للرئيس الفرنسي في ممرات معرض دولي يقام في مدينة اليون لافتة إلى مسارعة الشرطة وجهاز الأمن الفرنسيين لاعتقال الفاعل أكد صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن دراسة سريرية صغيرة للتطعيم بلقاح أسترازينيكا ثم سبوتنيك لايت للوقاية من فيروس كورونا أظهرت نموا كبيرا للأجسام المضادة لدى المشاركين ونقلت وكالة تاس عن صندوق الاستثمار قوله أنه أظهرت نتائج التحليل المرحلي زيادة الأجسام المضادة المحايدة للبروتين S في فيروس سارس لدى 85% من المتطوعين في اليوم 57 من الدراسة واستندت نتائج الدراسة إلى بيانات 20 شخصا من بين 100 شاركوا فيها وبدأت في أذربيجان في شباط فبراير الماضي حيث حصل هؤلاء المشاركون على جرعة من لقاح أسترازينيكا أولا ثم جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك لايت بعد 29 يوما تذكير بالعنوي المقداد يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن معركة السورية ضد الإرهاب متواصلة بعد انتهاء عمليتي تسوية الأوضاع واستلام السلاح وحدات الجيش تنتشر في قرى حوض اليرموك بريف درعة وهيئة شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينجين تحذر من تدهور الحالة الصحية للأسرة المرضى في معتقلات الاحتلال إلى اللقاء اشتركوا في القناة